مرحبا بكم درزديد من دلوث في لغة الإنجليزية المرحلة الإبتدائية والليوم على درزديد من كتاب الطالب لها الصفقة الخامس الإبتدائي من الوحدة الرابعة الدرس الأول والوحدة الرابعة الدرس الثاني قبل أن أبلي درسنا هذا اليوم إذا تشنت جديد بقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة تفيد جرس آرات وضعوا زل لايك دعم الفيديو ودعم القناة لدينا موضوع جديد لهذا اليوم وهذا اليوم عبارة عن مراجعة للدروس السابقة والوحدات السابقة بها تقريبا خلاصة مهمة تقدر تستفيد منها بالامتحانات امتحان نصف السنة وأيضا ممكن تستفيد منها بعدين بالامتحان النهائي طبعا عنوان الدرس الأول من الوحدة الرابعة the challenge the challenge مثل ما قلنا revision مراجعة the challenge معنى التحدي التحدي عندنا مثل ما يشوفون هنا conversation I'm from Iraq I'm Iraqi my dad has breakfast at 7.15 and goes to work at 7.45 A shark is dangerous يعني هذان الشغلات اللي مرت علينا اللي هي مثلا الدول الجنسيات اتعلمنا ايضا الاوقات وايضا تعلمنا صفات الحيوانات okay adjectives هنا عندنا طبعا فريقين team A و team B طبعا هاللعبة تقدر تلعبها بالصف طبعا كل زميلة ممكن يتعاونون على حل نموذج من الأسئلة مثلا انت وزميلك تاخد team A او team B والفريق الثاني ياخد المعاكس لك وسألون مثل التحدي حتى تحلون هاي التمارين بالنهاية تجمعون النقاط النقاط التمارين الصحيحة اللي هليتها بالشكل الصحيح وتشوفون من الفائز بكم راح نجي عندنا مثل ما ذكرنا team A راح نشوف الأسئلة ونحل هنا احنا كلهن لكن هاي اللعبة تقدر تلعبها انت وزميلك بالصف وايضا باقي ازملائك مع ايضا المعلم عندنا نمبر وان يقول لك are you from Egypt طريقة اجابتك no i'm not i'm not from Egypt i'm not from Egypt because i'm from Iraq عدنا السؤال اول ما team B يقول لك are you from England are you from England هل انت من انجلترا او هل انت من مصر no i'm not no i'm not لا امي لسو كذلك او انا لسو كذلك i'm from Iraq i'm from Iraq اوكي عندنا نمبر 2 يقول لك مراد انت علي فروم تركي what's their nationality شين هي جنسيتهم مراد انت علي فروم تركي what's their nationality شين جنسيتهم مدام هما من تركيا تركي تمام اذا تلقائها رح تكون جنسية تركيش اذا شو نقول they're Turkish نختصر مراد وعلي بالضمير they ونطهم الفعل المساعد are صارت they are نختصرها نحذف حرق الاي حرق العل الأول من الكلمة الثانية وخلينا علامة الحذف اللي هي هاي الكومة ايضا خلينا الجنسية مع تركي عندنا نمبر 2 مينورو از فروم تشابان مينورو از فروم تشابان what's his nationality شين جنسيته مينورو فروم تشابان طبعا اعوض مينورو بالضمير هاي وخلي فعل المساعد is اختصر هين هايز هايز تشابانيز هايز تشابانيز هو ياباني نمبر 3 write the time in numbers it is 8.45 اكتب الوقت بالأرقام قيلنا 8.45 راح نكتبها بالأرقام 8.45 8.45 دقيقة اهنا نمبر 3 يقول لنا write the time in numbers it is 9.15 اذا 9.15 number 4 what time do you get up what time do you get up بيساعة تسيقظ ايش تقول I اتحول U الى I I get up at 7 o'clock نا اقول لك what time do you go to bed بيساعة تروح للفلاش اروح تروح I go to bed at 8.13 I go to bed at 8.13 اروح للفلاش ساعة 8.30 number 5 عندنا خيارين go goes يقول لك مستر حادي مستر حادي طبعا لما نتكلم عن شخص ثالث مفرد نضيف لأس الشخص الثالث للفعل فنحن دا نتكلم عن مستر حادي في الفعل ما نرح يكون بي اس اللي هي مستر حادي مستر حادي to the zoo at 8 o'clock مستر حادي يروح للحريقة ساعة 8.30 عندنا هنا number 5 الهاب والهاز طبعا الهاب للجمع والهاز المفرد الهاب مع الthey والوي واليو والآي الهاز مع اله والشي والإت عندنا مستر حادي مستر حادي مفرد هو لما نتكلم عنه شنطيه يا فعل مساعد الحطيل هاز مستر حادي هاز breakfast at 7 o'clock مستر حادي هاز breakfast at 7 o'clock خلينا على الفعل هاز تمام عندنا number 6 do you go to school on friday do you go to school on friday تروح للمدارس يوم الجمعة no i don't do you play with friends on saturday تلعب مع صدقائكم سبيل yes i do yes i do yes i do عدنا number 7 what's the lion like شنو صفة الاسد this dangerous what is the monkey like it is intelligent it is playful عدنا اختيارات options always دائما sometimes بعض الاحيان never our teacher give us homework once a week نطينا واجب بيت مرة بالاسبوع our teacher give us homework بعض الاحيان بعض الاحيان لأن بعض الاحيان نسبتها اقل من always always نسبتها 100% sometimes تقريبا يعني عدنا often اللي هي تقريبا 75% sometimes 50% او اقل الى اخر النفر نحائيا فهنا مرة بالاسبوع نقول عليها sometimes نفس الاختيارات always sometimes never I have bread and milk for breakfast everyday اتناول هذا النئاني الخبز والحليب بالريوب يومية everyday I always have bread and milk for breakfast مدام يومية إذن لازم نخلي always لهذا خلينا always حسنا نسمع نقطع صوتي ونسمع الإجابات الصحيحة ونتبه track 57 unit 4 lesson 1 listen and check team A 1 are you from Egypt no I'm not 2 Murad and Ali are from Turkey what's their nationality they're Turkish 3 write the time in numbers it's 845 8 8 40 5 4 what time do you get up I get up at 7 o'clock 5 5 go or goes mr huddy goes to the zoo at 8 o'clock 6 do you go to school on friday no I don't 7 what's a lion like it's dangerous 8 always or sometimes or never our teacher gives us homework once a week our teacher sometimes gives us homework team B 1 are you from England no I'm not 2 Minoru is from Japan what's his nationality he's Japanese 3 write the time in numbers it's 9 15 9 15 4 what time do you go to bed I go to bed at 8 30 5 have or has Mr haddy has breakfast at 7 o'clock 6 do you play with friends on Saturday yes I do 7 7 what's a monkey like it's intelligent 8 always or sometimes or never I have bread and milk for breakfast every day I always have bread and milk for breakfast yes as I heard the sound and check all the right for this experiment we're going to go to the next lesson 2 which is my progress my progress تقدمي أو تطوري تمام تطورك بما تعلمت وما فهمت من اليونتات السابقة طبعا هنا عدنا قطعة هاي القطعة تعتبر مهمة جدا باليونت الرابع هي تحدث عن الكاملز 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 اللي هي الجمال يقول لنا listen read and write answer to the questions اسمع اقرأ واكتب الاجابات لهاي الاسئلة طبعا مثل ما ذكرت مهمة جدا اذا تجيك الاسئلة عليها تجيك على شكل فراغات او ممكن صح وخطأ تمام خلن سمع نقطع صوتي من بعدها رحقا احراني واتردمها track 58 unit 4 lesson 2 listen read and write the answers to the questions there are two types of camels the arabian camel has one hump and the asian camel has two humps camels can be many colors from white to brown to black camels like to live together in big groups they are intelligent animals a camels body is good for living in the desert why they have big soft feet to walk on sand they keep their fat in humps to help them stay cool they have small hairy ears and thick eyelashes to protect them from the sand camels can close their noses too camels can drink a lot of water when they need to a thirsty camel can drink about 135 liters of water in one go a baby camel is called a calf it is born without a hump نعم سمعنا المقطع الصوتية رح نقرأ القطعة عدنا الكاملز كاملز اللي هي الجمال يقول ان there are two types of camels اكو two types يعني نوعين of camels يعني من الجمال the arabian camel has one hump الجمال العربية عدها حذبة او هاي الحذبة مالتها عدها اه one hump عدها هامب وحدة and the asian camel has two hump and the asian camel has two hump and the asian camel الجمال او الجمل الاسيوي يكون عنده two hump يعني هاي الحذبة مالتها او سنما السمامة العربية سنما عنده الجمل الاسيوي عنده سنمتين بينما الجمل العربي عنده سنم واحدة كاملز كان بمني كالورز الجمال ممكن تكون بالوان مختلفة can be many colors from white to brown to black يكون بالوان مختلفة من الابيض من البني او جوزي الى الاسود camels like to live together طبعا جمال تحب تعيش together يعني سوية in a big groups بمجموعات كبيرة they are intelligent animals هي حيوانة الذكية a camel's body is good for living in the desert جسم الجمل هو جيد للعيش في الصحراء why لوي شنو السبب they have big soft feet to walk on sand عندهم قدم كبيرة ناعمة دي المشي على الرمال they keep their fat in hands اعتبضا بالدهون مالتين بالسنمة او الحذبة هاي مالتين to help them stay cool حتى تحافظ على درجة حرارة they have small hairy ears ادهن ادن صغيرة مليانة يعني شعار او بها شعر كثيف and thick eyelashes ورموش كثيفة to protect them from the sand حتى تحميهن هاي الرموش من الرمال camels can close their noses too الجمال تقدر استود انوفها ايضا camels can drink a lot of water when they need to جمال تقدر تشرب الكثير من الماء من تحتاج هذا الشيء ممكن يشرب 135 لتر من الماء بشربة واحدة a baby camel is called a calf it is born without a hump نين وليد من دون السنمة تمام الحق لها مرة ثانية camels there are two types of camels the arabian camel has one hump and the asian camel has two humps camels can be many colors from white to brown to black camels like to live together in big groups they are intelligent animals a camel's body is good for living in the desert why they have big soft feet to walk on sand they keep their fat in halves to help them to help them sorry to help them stay cool they have small hairy ears and thick eyelashes to protect then from sand camels can close their noses too camels can drink a lot of water when they need to a thirsty camel can drink about 135 liters of water when go a baby camel is called a calf it is brown without hump it is born without hump عدنا الاسئلة بخصوص هاي القطعة عدنا number one does the arabian camel have two humps هل الجمال العربية عدها سنمتين no it doesn't it has only one hump لا طبعا ما تملك سنمتين تملك واحدة no it doesn't it only has one hump number two what are camels like يعني شنو الصفة مالتين they are intelligent and social animals هي حيوانات ذكير وأيضا حيوانات اجتماعية number three what do camels keep in their humps شنو تسوي أو شنو تحتفظ بالسنماء مالتها they keep their fat in humps تحتفظ بالدهون مالتها بالسنماء number four why do camels close their noses ليش الجمال تغلق أنوفا to protect them from the sand number five do camels drink 135 liters of water in one go yes when they are thirsty نعم من يكون أطشانة جدا تمام هل سعدنا مقطع صوتي راح نستمع للإجابات track 59 unit 4 lesson 2 listen and check your answers one does the arabian camel have two humps no it doesn't two two what are camels like they are intelligent they're social animals they like to live in groups three what do camels keep in their humps they keep fat in their humps four why do camels close their noses to protect them from the sand five do camels drink 135 liters of water in one go yes when they are thirsty نعم نعم نسمعنا المقطع الصوتي نسمعنا الإجابات الصحيحة لهذا التمرئين نحن نصل لنهاء الدرس هذا اليوم نتمنى تكونوا استفادية من هذا الدرس ونهاء الدرس أي سؤال والسلسال اكتبوا أسفل التعليقات لا تنسوا الاشتراك في القناة تفيدوا السؤالات وضوزوا للاك دعم الفيديو ودعم القناة إلى اللقاء في درس الآخر